السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة موعدنا مع مراجعة شهر اكتوبر الجزء الثاني منهك ناكت 5 للصفة الخامس الابتدائي في الجزء الثاني هنتعرف على سؤال ترتيب بالاضافة الى سؤال تصحيح الاخطاء وسؤال القطعة في البداية بيقول لي read and write to the correct form of the words between brackets سؤال تصحيح الاخطاء والسؤال ده طبعا قائم على grammar او على القواعد الخاصة بالمنهك اول ما تلاقوا يا جماعة any و some و a و n في خطوات لازم امشي واطبقها وامشي عليها اول خطوة اشوف الاسم ده مفرد ولا جم لو كان الاسم اللي عندي مفرد كاي مفرد يعد يبقى هستخدم يا a يا an لو كان الاسم جمع او اسم لا يعد يبقى هستخدم some او any بقى دي اول خطوات لازم نمشي عليها لقينا اسم مفرد يبقى a او an لقينا اسم جمع او اسم لا يعد يبقى some او any طيب افتردوا الوقت here ان انا محتار بين a و an بصوا على اول حرف الحرف الاولين متحرك ياخد an الحرف الاولين ساكن ياخد a تمام ادي كده او an طب some و any هبصوا على نوع الجملة اشوف نوع الجملة جملة منفية او سؤال بهل يبقى استخدم any غير كده استخدم some بتستخدم في الجملة المثبتة وفي الطلب المهذب وفي العروض طب نبدأ مع بعض number one بيقولي would you like any coffee الكافي ده اسم ايه اسم اللي هيعد يبقى هنستخدم يا some يا any طب هو جايب لي any يبقى اكيد هتبقى ايه هتبقى some بس عايز اتأكد برضو would you like ده عرض فبنستخدم في العرض some number two I don't have some eggs هنبص على الاسم اللي عندنا eggs ده اسم ايه اسم جمع الاسم الجمع بيجي معايا some يا any اه هنا صام موجودة يبقى طبعا هنختار وهنتحول الى any وعايزين نتأكد كمان الجملة منفية I don't have any eggs يعني ليس لدي اي بيض number three I need any tomatoes to make salad لو ركزنا شوية هنلاقي tomatoes ده اسم جمع الاسم الجمع بيجي قابلي يا some يعني I need دي جملة مزبتة يبقى هنستخدم some I need some tomatoes to make salad number four can I have any water please الووتر ده اسم لا يعد اسم لا يعد بياخد طبعا يا some يعني طبعا ده طلب مهزب يبقى نستخدم some can I have some water please is there some rice rice ors اسم لا يعد برضو بياخد يا some يا any طبعا ده سؤال بحال يبقى نستخدم any دي القاعدة الاولى ودي جمل على القاعدة الاولى في المنهج نركز مع بعض في الاسئلة اللي جاية قبل ما نحل لازم نخلي بالنا من قاعدة مهمة جدا ان there is يعني يوجد وزير or برضو معناها يوجد اللي اتنين معناهم يوجد بس ايه الفرر ان is لازم يجي بعديها اسم مفرد او اسم لا يعد there or يبقى لازم يجي بعدها اسم جامع طيب نشوف مع بعض number one بيقول there is lots of tomatoes tomatoes جامعة الجامعة ياخد or ما ياخدش is هنا بيقول لي there or some rice rice لا يعد يعني بيعامل معاملة المفرد يعني يتبر مفرد يبقى ياخد is طيب هنا بيقول لي I need a apple اول حاجة لازم اتأكد اشوف الابل ده اسم ايه الابل ده اسم مفرد مفرد يعد يبقى في الحالة دي ابص على الحرف الاول a تاخد ايه حرف متحرك يبقى تاخد an an apple انا بيقول لي I have an carrot طيب الكاروت ده اسم مفرد يعد هبص على الحرف الاول حرف السي يبقى ياخد a I have a carrot بعد كده عندنا قاعدة مهمة جدا خلي بالنا منها اللي هي ايه الحديث عن الاشياء التي انا جيد فيها وغير جيد فيها في الحالة دي بصوا بناملي بنبدأ الاول بالفعل بعد الفعل بيبقى am او is or وخلي بالكو طبعا am بتيجي مع i فقط is بتيجي مع he و she و it واسم مفرد or بتيجي مع we و they و you اسم جم ده اول حاجة اللي لازم ببقى عارفها verbi to be بعد كده بنستخدم صفات لو انا جيد يبقى good at او great at طيب لو انا سي يبقى bad at او لما تشوفوا حرف القرر at لازم تجيبوا بعدي verbi plus ing بنا ننسيش number one بيقولي my sister is great at play squash طالما في حرف القرر at موجود يبقى playing نضيف لها ing energy he is good in drawing pictures حرف القرر بيجي مع good a good at مش in good at يعني جايت في my brother or bad at swimming البراثر ده مفرد اخوه يا اخ واحد يبقى ياخد is ما ياخدش or i am good at tennis but i am great at squash هنا في فكرة صغيرة هي فكرة التناقض في عندنا but but يعني ولكن وبتدل على التناقض يعني ايه يعني انا جايت في التنس يبقى سهيق في السكواش عشان يبقى فيه تناقض جايت وسهيق يبقى نجيب العكس هنا يبقى نستخدم bad but i am bad at squash المجموعة اللي جاية بقى ركزوا معي اول ما تلاقوا حرف القرر to خدوها قاعدة كده to بيجي بعدين الفعل في المصدر بدون اي اضافات تاني او لما نلاقي to يبقى الفعل في المصدر بدون اي اضافات سواء لو قال لي i need to يبقى يجي بعدها الفعل في المصدر لو قال لي i went to the park to يبقى يجي برضو بعدها الفعل في المصدر لو لقينا كلمات الدلة على الماضي اللي هي last week, yesterday, in the past, two ago لازم تحولوا الفعل الى ماضي نحول الفعل الى ماضي طيب لو لقينا didn't او that يجي بعدها الفعل في المصدر بدون اي اضافات وما ننساش ترتيب الصفات المفروض انتو اغدينو بنبدأ بالحجم الاول بعدها العمر بعدها اللون بعدها المادة اوكي نبتدي طبعا نطب number one i need to packing my sweater في حرفي الجارة to يبقى الفعل في المصدر يبقى pack pack نهزف ال i n g هنا بيقول لي we go to the beach last week last week دي كلمات دل على الماضي يبقى هجيب الماضي من go went هنا بيقول لي we don't go to school yesterday yesterday كلمات دل على الماضي يبقى هجيب الماضي من don't didn't طبعا بننفق didn't وليس don't don't في المضارع هنا بقى they didn't bought a new house اول ما تشوفوا did او didn't لازم الفعل اللي بعديها يبقى في المصدر لي لان ديد اصلا في الماضي ما يجيش بعدها ماضي يبقى هجيب المصدر من boot اللي هو buy they didn't buy هنا بيقول لي she wore a cotton green dress عايزين نرتب الصفات نرتب الصفات يبقى نخلي اللون قبل المادة يبقى في الحالة دي بقولي green cotton dress green cotton dress السؤال التالي بيقولي would you like any coffee هنبص على الكافي الكافي ده اسم ايه؟ اسم لا يعد يبقى المفروض بياخد يا some يا any طب هنا would you like art يبقى نستخدم some على طول would you like some pineapple باي نابل ده اسمه مفروض يبقى بياخد a او a او an هبص على الحرف الاول حرف ال b يبقى حط قبلي a باي نابل i ate a egg yesterday ال egg اسم مفروض اسم مفروض يبقى بياخد يا a يا an بيبدأ بحرف متحرك يبقى an egg they don't have some money money يعني نقود اسم لا يعد okay والجملة هنا منفية يبقى نستخدم any money my father has some core محدش يسترع ويحط any هنا ال core هنا اسم ايه؟ اسم مفروض اسم مفروض يبقى بياخد يا a يا an يبقى my father has a core لديه سيارة has a core القائل التالي بيقول لي rice or my favorite food rice هنا ده اسم لا يعدي يعني يعمل معاملة المفرد يبقى ياخد is ما ياخدش or هنا بيقول لي are there any water in the glass الووتر المية اسم لا يعدي يعني يعني يعمل معاملة المفرد يبقى في الحالة دي ياخد is ما ياخدش or i need a apple please الابل هنا اسم مفرد ومبدوء بحرف متحرك يبقى ياخد an apple what sport are you bad او لما تلاقوا good او bad يبقى حرف القرقات she is good at يعني هي جيدة فيه طالما في عندنا حرف القرقات يبقى لازم نضيف للفعل ing يبقى she is good at making cakes نضيف للفعل ing يقول لي my sister are good at helping me in the kitchen my sister dimofra يبقى ما تاخدش or good walking across the desert ايه مشكلتها الجملة دي الجملة دي هنا عايزة اقول ان الجمال جيدة في المشي في الصحراء واعبور الصحراء يبقى ما نفعش اقول good walking good at walking good at walking لازم في حرف القرقات يعني جيدة فيه good at climbing trees المونكيز بتاخد or لانها جمع احمد is good at tennis احمد جيد في التنس but he is great at football but يعني تناقض يبقى باد على طول good يبقى نجيب عكسها السؤال التالي بيقولي i watch tv yesterday yesterday دي كلمات دل على الماضي نجيب الماضي من watch watch it i got a new phone a week ago ago di من الكلمات الدل على الماضي هاجيب الماضي من get get got she went to the shopping mall to بصوا ركزوا معايا اول ما تلاقوا to معناها لكية ييجي بعدها الفعل في المصدر بدون اي اضافات to دايما بعدها الفعل في المصدر يبقى she went to the shopping mall هي ذهبت للمول to buy address فعل في المصدر she left the party هي تركت الحفلة to اجيب المصدر to catch a train لكي تلحق بالقطار i go to the market buy food هنا باي في المصدر يبقى لازم نستخدم to معناها لكي انا اذهب الى السوق to buy food لكي اشتري الطعام الوقت بقى معدنا مع السؤال التالي هو سؤال الفقرات بيقولي read the text and answer the questions هنقرى الفقرة وبعدين ناخد أسئلة على الفقرة طبعا الفقرة هتوأمش قدامكم فانتم ممكن تعملوا راي ترجعوا بالفيديو الورد شوية وترجعوا له الفقرة تاني وتجاوبوا على الأسئلة الفقرة الأولى بتقولي هنا a male and mona are sisters they live with their family their mother is a nurse in a big hospital their father is a teacher in a primary school a male and mona are in the kitchen because a male feels hungry she asked mona to make some healthy food she cooks the best food for a male فقرة سهلة جدا مش محتاج ان انا ترجمها وواضحة وكلها كلماتها بسيطة what is a text is about sisters friends brothers neighbors text يعني النص او الفقرة about يعني عن الفقرة بتتكلم عن مين لو رجعنا للفقرة هنلاقيهم اتنين ايه اتنين اخوات يبقى بتتكلم عن sisters يترى مين فيهم بقى اللي بيطبخ افضل الطعام الماثر ولا والسيستر ولا طبعا السيستر اللي هي الاخت بتطبخ افضل الطعام معنى السؤال ده ايه معناها الضمير الشي اللي هو تحتيه خط بيشير لايه اكي يعني احنا حطينا الشي دي مكان مين مكان مونة مكان امال مكان مين بالزبط اكي نرجع للفقرة الاجابة she refers to a male she refers to a male where does their mother work where يعني اين work يعني تعمل اين تعمل الام ارجعوا للفقرة برضو she works in a big hospital in a big hospital يبقى بتعمل في مستشفة كبيرة فقرة التالية my name is Dina I like healthy food I help my mother in the kitchen we make chicken, beans and potatoes my brother likes to eat chocolate I like chocolate too chocolate is delicious but not healthy at the weekend we visit our uncle he grows trees in his garden he has a lemon and a lime tree فقرة برضو سهلة جدا ومش ترجم فيها اي كلمة لان فقرة سهلة خلص مش محتاجة اي ترجمة سؤال الاول Dina's brother likes اخو دينا بيحب ايه candy, chocolate, sweets, tomatoes نرجع للفقرة ونختار الاقابة الصحيحة هي chocolate the underlined word healthy كلمة healthy اللي تحتها خط is the opposite of جيب لي كلمة opposite opposite يعني عكسة يبقى هاتو عكسة healthy healthy يعني صحي يبقى عكسها غير صحي unhealthy what does Dina do at the weekend what يعني ماذا ودو يعني تفعل يبقى ماذا تفعل Dina في العطلة بتعمل ايه في العطلة بتاعتها she visits her uncle بتزور عمها what plants does Dina's uncle grow in his garden what plants يعني من نباتات grow يعني بيزرعها in his garden في الحقيقة بيزرع ايه في الحقيقة بتاعته he grows lemon and lime trees أشغر ليمون وليمون الحمد الفكر التالية Hidayah Malik Hidayah Malik is a famous Egyptian taekwondo player she is one of the two people who carried the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games 2021 she was born on April 21st 1993 she began practicing taekwondo at the age of seven she won many prizes at the age of 14 مش هترجم ولا كلمة لأن الفكر دي أصلا علينا في المنهج ويما فيهاش السؤالي الأول بيؤلي the text is about a famous teacher doctor athlete former the text is about يبقى الفكر دي عن مين بتتكلم عن عن شخص ريودي مشهور a famous athlete athlete يعني ريودي Hidayah Malik one mini Hidayah فازت بإيه فازت بجوهيز كتير many prizes many prizes العديد من الجوهيز when was Hidayah Malik born when يعني متى was born يعني ولدت متى ولدت Hidayah Malik ناخدها طبعا من الفقرة she was born on April 21st 1993 هتنقولوها زي ما هي موجودة في الفقرة بالضبط what sport does Hidayah Malik practice what sport يعني من الرياضة Hidayah Malik practice براكس يعني بيتمارسها الرياضة بيتمارسها Hidayah Malik طبعا هي بتمارس رياضة التايكواندو ابحنا هي براكس تايكواندو الفقرة التالية عندهم حمام سباحة جميل I need my sunglasses because it's very sunny sunny يعني قبو مشميس I'll be walking and playing a lot so I need to pack my comfortable sneakers sneakers والحزاء الرياضي بتاعي I also need to pack my striped bajamas I'm very excited فقرة طويلة جدا ولكنها سهلة منجي السؤال الاول يوسيف is going to not tomorrow Cairo Aswan Alfaayum Taba لو رجعنا للفقرة هنلاحظ من وطبعا نرايح مدينة Alfaayum يوسيف needs to pack his pack suitcase box pencil case مفروض يضع ايه او يحزم ايه يحزم الامتاع او الحقائب يبقى suitcase سؤال التالي What does Yusif need to pack for the swimming pool هنا حدد لي بقى قال لي عشان حمام السباح هو محتاج ايه هكيد طبعا محتاج المايوب بتاعه يبقى He needs to pack his swimming shorts swimming shorts What does Yusif need to pack for his feet المرة دي هو محتاج ايه بقى لي ايه لأقدامه for his feet أقدامه يبقى اكيد محتاجين الحزاء الرياضي sneakers يبقى He needs to pack his sneakers حزاء الرياضي الفقرة التالية I am Dalia I am 10 years old I live in a small family I have one brother and one sister I am good at playing football and making cakes I am bad at playing handball يبقى هي سيئة في لعب كرة اليد Ali is my little brother Little brother يعني أخي صغير He is 9 years old He is good at taekwondo He likes sports a lot He practices sports three times a week He wants to be an athlete Like He wants to be an athlete like Hidayah Malek كيف يريد أن يكون لعب رياضي مثل Hidayah Malek My sister is older than me Older يعني أكبر في سنة She is 16 years old She is really smart She is good at doing math and jigsaws فقرة طويلة Well Dalia is good at playing handball Football Jigsaws Taekwondo لو رجعنا للفقرة نلاحظ أن داليا جيدة في الفوتبول في كرة القدم Ali practices sports Times a week كم مرة One ولا two ولا three ولا four برضو من خلال الفقرة هيبقوا three times يعني ثلاث مرات في الأسبوع What does Ali want to be What يعني ما أو ماذا Want to be Want يعني يريد وبي يعني يكون ماذا يريد أن يكون عايز يبقى إيه نفسه يبقى إيه يبقى عايز يبقى أثليت ريودي في الحالة دي بقول He wants to be an athlete Like هداية ملايك وديوا أخذينها من الفقرة زي ما هي ما جبتش حقيقة من عندي What's Dalia's sister's good at What's يعني ما أو ماذا Dalia's sister يعني أخت Dalia Good at جيدة في إيه أخت Dalia She is good at doing math and jigsaws كي يبقى إيه ماهرة في الرياضيات وفي حل الألغيث My name is Ali My favorite clothes are my cotton and linen trousers They're very comfortable My new white linen trousers are beautiful I bought them أنا شترتهم أو شتريتوا خلي بالكم من معنى الجملة Last week هنا ذي بتعود على إيه الحق اللي هو اشتروها نركز بها كويس I also like the new spotted jacket The jacket has hidden pockets People can't see them from the outside These clothes are my favorite because they are bright and comfortable When I wear my jacket or the jacket I usually put on my black tie And my new white linen trousers They look smart together فكرة طويلة شوية وتتكلم عن الملابس السؤال الأول My favorite clothes are my not and linen trousers كلها نعملو هارجع للفكرة هلاحظ إن التراوزر زي كان إيه كان cotton and linen يعني إيه مصنوع من القطن ومن الكتين My نقطة jacket is bright and comfortable الجاكت كان إيه كان ازباط يعني كان منقطة ما ازباطت جاكت What does the underline The zim refer to كلمة zim دي بتشوير لمن بتعود على إيه بتعود على التراوزر My new white linen trousers Does the jacket has pockets or الجاكت في pockets والبوكت دي hidden hidden يبهن قوة it has hidden pockets لديه ديوب مخبأ الفكرة التالية I can't breathe I know that the air is black and toxic there are too many emissions from cores my little brother had to go to the hospital because of problems with his breathing but wait what's that it's my mom calling and it's time to get ready for school it was all an awful nightmare سؤال الاول بيقولي there are too many نقط from cars طبعا كلنا عارفين السيارات بيبقى فيها منها انبعاثات وطبعا عايزكم تتأكدوا من الفقرة طبعا اكيد هنختار كلمة emissions يعني انبعاثات بس ما نختارش اي نجابها الا من الفقرة the underlined word awful كلمة awful معناها طبعا معناها فضيع او سيئ جدا ايو بتسيئ كلمة horrible horrible why did the writer the little brother have to go to the hospital why يعني لماذا little brother يعني الاخ الصغير go to the hospital راح المستشفى وراح المستشفى لي كان عنده مشاكل في التنفس وبرضو هناخدها من الفقرة because of problems with his breathing give a suitable title to the text كلمة title يعني عنوان عيز عنوان للنص للفقرة افضل عنوان ان اقول كابوس موزاق an awful nightmare once upon a time there was a little boy called jack jack was a kind boy and always wanted to help he met an old man and bought his special beans to help him the next morning he found that the beans grow into a giant stock he climbed the stock and found a hen in a cage next to the hen was a golden egg it was a magic hen jack helped the hen he chopped down the bean stock and the hen was free the hen stayed with jack and he became rich ever after سؤال الاول بيقول jack found not in the cage وجد ايه في الافص اجيد طبعا وجد دقيقة في الافص hen وبردو نرجع للفقر the underlined word special means كلمة special حاجة مميزة خاصة يعني ايه مختلفة عن الاخرين يبقى different السؤال اللي بعد كده how did jack help the hen how يعني كيف ساعد الدجاجة ساعدها ازاي وما قطع البين استوك الدجاجة بقت حرة يبقى في الحالة دي هقول كده he chopped down the bean stock and the hen was free what did jack buy ماذا اشترى jack ارجعه للفقرة كده هنلاحظ انه اشترى ايه special beans he bought special beans اشترى فاصولة مميزة او خاصة الوقت ما عدنا مع سؤال الترتيب بيقولي reorder the words to make correct sentences في سؤال الترتيب في مجموعة من الاساسيات اقولكم عليها في الاول وبعدين هنبتدي نرتب على طول اول حاجة لما اجي ارتب سؤال بحال يعني مبدوك بفاعل مساعد اعمليه ابدأ بالفعل المساعد الاول بعدين الفاعل بعدها الفعل لو سؤال مبدوك بأداة استفهام هتبدأ بأداة الاستفهام بعدها فاعل المساعد فاعل فاعل طيب لو عندي جملة يبقى لازم نبدأ بفاعل بعدها فاعل بعدها مفعول بعدها مكان بعدها وقت طيب لو في عندي صفة في الجملة واسمة اضع الصفة قبل الاسم لازم الصفة تيجي قبل الاسمة طيب لو في عندي ماي وهز وهير تيجي قبل الاسم لو في عندي سام وإني تيجي قبل الاسم آ وآن كل ده بيجي قبل الاسم على طول قبل الاسم تمام طب لو في عندي آ وآن وصفة واسم يبقى حط آ وآن في الأول بعدها الصفة بعدها الاسم نبتدي نطبق مع بعض في عندنا أنا عايزة أسأل ماء طعامك الصحي المفضل يبقى في الحالة دي أقول What is your favorite healthy food? نبتدي نطبق مع بعض الفاعل اللي هو إيه اللي هو وي طيب عندنا هنا فاعلين Don't و Have أكيد طبعا Don't هتيجي قبل هف عشان ده نفي يبقى We don't have خلاص اتعرفت We don't have a mango tree ليس لدينا شجرة مانجا هنا ماي اتفقنا أن ماي بتيجي قبل الاسم مش قبل الفعل يبقى قول My uncle عمي الفاعل بقى grows بيزرع onions and potatoes هنبدأ بالفاعل المساعد or الفاعل there يبقى or there any lemons هل يوجد أي ليمون طب اللي اقتراح سوف نبدأ ب How about How about وبعدها فعلا نضف اللي نجي How about buying some tomatoes سؤال التالي في عندنا I في عندنا like و some would ما ننساش تعبير معناها يريد او يرغب يبقى هبدأ ب I would like يعني انا اريد بعض من الجازر هنا بقى هنعمل السؤال يبقى كان فعل مساعد الفاعل I الفعل have يبقى كان I have some بتيجي قبل الاسم يبقى some water can I have some water please دي بقى يتيجي في اول الجملة يتيجي في اخر الجملة ملهاش مكان تاني منفجح حطا في النص haven't we haven't we we got we got rice هنبدأ ب we عندنا فعلين عندنا haven't و عندنا got المنفي دايما بيبقى الاول يبقى we haven't got ما عندنا ايش we haven't got any rice اي ارز went jack to market زي هبدأ بالفعل الفعل went يعني ذهب المكان اللي روح to the market يبقى ذهب الى السوق ذا و بور و ماكستر باكن داش و انتو انا عايز اقول له صب الخليط في ناقل الطبخ خلي بالكم من كلمة ذا يعني ال بيجي بعدها اسم يبقى بور زا ماكستر معناها صب الخليط انتو باكن داش انا عايز اقول اي بقى ان جاك وامه كانوا فقرة جدا يبقى انا هبدأ بجاك ووالدته كانوا فقراء للغاية هنا برضو هنصب بس المرة دي هنصب ايه هنصب السيرب اللي هو الشراب المحلق على البسبوسة يبقى بور زا السيرب بور زا السيرب اوفر زا بسبوسة ده اسلوب امر هنا بقى هنشارك هنشارك البسبوسة مع عائلتنا يبقى ابدأ بشيرت شيرت يعني نشترك فيها شاركها وز شيرت وز يعني نشترك فيها مع عائلتك هنا تعبير وود لايك موجود تاني يبقى نبدأ باي وود لايك على طول اول ما نلاقي التعبير ده اي وود لايك انا اريد عايز ايه صامت شيكين لفور لانش في الغداء السؤال التالي هنبدأ ب يعني ما الرياضات الفعل المساعدة اللي عندنا الفعل فعل يبقى في مصر طبعا السؤال ده لازم تحفظوه زي ما هو لانه صعب جدا في الترتيب يعني ما اكثر رياضات او ما اكثر رياضة مفضلة في مصر اكثرهم شعبية اول ما تلاقوا وات مع سبورت دايما ابدأوا بوات سبورت يبقى وات سبورت تمر رياضة الفعل المساعد هنا الفعل يو بعد كده good at what is what are you good at هنا اي بتاخد ايم اي ايم طب انا اي great at يعني انا رائع فيه يجي بعدها اي نجي playing squash هنا انا احب كلنا عارفينها اي لايك فاشند انا احب السمك واه السؤال التالي need we to our planet look after هنبدأ بالفعل we الفعل need نحن نحتاج to look after ان نعتني بي بقى محتاجين نعتني بي our planet الكوكب بتاعنا هنا اي ايم انا very bad سيء جدا at making cakes في صنع الكيكس it is طيب عايزين نرى التبديل اللي هي an was poor to awesome نبدأ بقى انا الاول نحط awesome الصفة قبل الاسم بقى it is an awesome sport انها رياضة رائعة my suit او يعني البدلة بتاعتي for this sport is white يعني الرياضة بتاعتي دي بقى والبدلة بتاعتي دي بقى بتاعت الخاصة بالرياضة دي لونها ابيض المجيء اسأل شخص ما رياضتك المفضلة what's your favorite sport يبقى هنا what is your favorite sport نادا الرياضاتك المفضلة يا نادا dirty water dirty water اللي هي المية متسخة مياه قذرة ما لهازي بقى can make يمكن ان تجعل children l ممكن تجعلهم مرضى ما ننساش ان هداية دي شخصية رائعة هداية is a kind and we can call a very kind person يبقى هداية is a very kind person we play football بنلعب قرة القادم we play football بنعبها فين orna football pitch على ملعب قرة القادم she is watching she's watching يعني هي تشاهد squash match مباراة squash عايزة اقول ان دا كان كابوس موزعج it was an awful nightmare للتالي في تعبير مهم اسمه on my own on my own يعني بمفردي او بنفسي طب انا هقول الاول i do karate انا بمارث الكاراتي on my own بمفردي طيب انا بتضرب كتير امتا في الصيف i practice a lot امتا in summer في الصيف اقول لشخص ما لا ترمي القمامة في البحيرات يبقى never throw garbage in lakes دائما لك فازت بجوايز كتيرة يبقى she won فازت many prizes العديد من الجوايز last year العام الماضي تعبير would you like طبعا دا بيستخدم في العروض would you like an orange معناها هل تريد برتقالة هنبدأ بالجملة اللي جاية بالفعل i عندنا فعلين will back دايما will بتيجي دايما قبل اي فعل اخر يعني بقول i will back i will need اوكا فدايما تيجي قبل الفعل الاخر معناها سوف يبقى هنا اقول i will pack سوف اضع في الحقيبة my favorite shirt قميص مفضل هنا i need انا محتاج to pack انا اضع في الحقيبة my sneakers الحزاء بتاعي طب هي ترتدي بقى she wears نحط الصفة قبل الاسم بقى she wears a comfortable shirt a comfortable shirt أداة الاستفاهم عندنا where الفعل المساعد dead الفعل mona الفعل go where did mona go on sunday اين زهبت mona يوم الاحد what الفعل المساعد or what are your favorite clothes ما هي ملابسك المفضلة بعد كده هنبدأ ب the shoemaker type shoemaker الواحده لا ده جايب لي كمان مروته معي يبقى the shoemaker and his wife and his wife وزوجته ما لهم lived عاشوا happily بسعادة she went الفعل عندنا went يعني ذهبت المكان to town to buy a dress to buy لكي تشتري dress فستين اللي اقتراح بنبدأ ب let's go to the club هيا نذهب الى النادي i like to try انا بحبك جرب i like to try news boards رياضات جديدة هنا هنا هبدأ ب i wear يعني انا برتدي طب بنرتدي football boots عزاء كرة القادمة i wear football boots to play football كي ألعب كرة سؤال التالي هنا بديقلي ب عشان ده سؤال يبقى will i need هل انا محتاج will i need a coat and a scarf هنا بقى جملة i will take سوف اأخذ i will take the ones with his tribes يبقى انا هاخد البجامة المخططة فيها خطوط جملة اللي جاية هو اشترى عندنا كلمة boot يعني اشترى يبقى اشترى مضرب he put a racket اشترى ايه اشترى مضرب مش هقول لي اشترى تنس he put a racket to play تنس لكي يلعب التنس انا بحب بالسكول يونيفورم بتاعي i like my school uniform الجلابيز مصنوعة منين من القطن الجلابيز are made from cotton والتالي اه ترتيب الصفات هو بيقول للوقتي هو صنع he made اعطيني ثلاث صفات new black leather نامشي بالترتيب ده نبدأ الاول بحجم بعدها عمرة بعدها لون بعدها مادة يبقى بقول he made new black leather shoes he made new black leather shoes هدا تستفهم what فعل مساعد فعل هنا الاغزام الفعل make what did the الفيز make دايما بيبقى مع مرود the shoemaker and his wife ما لهم we're amazed كانوا مندهشين و this is the end of the video i hope you enjoy the video هذه نهاية الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو قد نال اعجابكم وقد استفدتم منهم don't forget to subscribe the channel لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديدة اولا باول ولو اعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بعمل لايك للفيديو وشير للفيديو ليصل الى اكبر عدد من الناس thank you again for watching والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته